اشتركوا في القناة وهنفهم برضو عدوة في يد دي هل بروتكولات العلاج فرقة كتير ووفقا نسبة وتناسب مع عدد المرضى نتمنى نوصل لرقم صفر يا رب ان شاء الله نوصل لرقم صفر في عدد اصابات ونعدي من الازمة دي على خير ان شاء الله لكن عندنا تساؤلات متعلقة بموضوع كورونا هل هو فعلا خلاص بينتهي وإن اللي بيحصل في العالم هو في موجة تانية زي ما بنسمع ولا هي الموجة الاولية اصلا لسه ما خلصتش ده احنا مش فاهمينه في بعض التصريحات عن وجود لقاحات في دول كتير ومن ضمنها روسيا وشوفنا الرئيس الروسيا ما طلع وقال ان من ضمن اللقاحات دي بنته نفسها اخدت اللقاح ده نظام صحة العالمية قالت لسه ما فيش حاجة تسجلي تفاصيل كتير جدا ناخد بالنا ونخلينا على حذرنا اللي احنا ماشيين فيه ولا نفك شوية لانا شاف الناس فكت شوية وانا اولكم على فكرة يعني فيه فكاكان كده حصل فعايزين نفهم كل ده من ضفنا العزيز دكتور مصفى محمدي مدير مركز التطاعمات بهيئة المصل واللقاح يا دكتور صباح الورد عليك صباح الورد عليك وعلى تساعدة المشاهدين الحمد لله العدد بتقل يعني المؤشر بيقول ومش بس مؤشرات وزارة الصحة والله مع السوشيال ميديا وعالناس وبنحس ان الدنيا قلت شوي هي الحمد لله قلت ده راجع لي يا دكتور راجع الاجراءات الاحترازية اللي اتخذتها الدولة واحنا خدناها ولا راجع ان الفيروس نفسه هو فعلا بينتهي طيب خليني في البداية لو تسمح لي بس يعني انوه الجزئية مهمة دي تخصيني انا شخصيا ان انا النهاردة ضيفك بشكل شخصي كاستشاري للامراض البطنة وخبير في الامصال واللقاحات لست ممثلة اللي جاها معينة عشان برضي بقى الكلام اللي انا اقوله انا اللي اتكلم فيه براحية انا رحيب بك عشان نتكلم براحية بالضبط كده طبعا انا بقيت كلام حضرتك ان احنا الارقام بتقل وده شيء يبعث على التفاقل بس احنا لابد ان احنا نشير ونركز قوي ان احنا نتفاقل اه ولكن تفاقل يكون مشوب بالحذر الشديد يعني الجزئية بتاع حذر الشديد طبعا الحذر الشديد يعني لسه المسك زي ما هو والكحول في ايدي زي ما هو وغسيل ايدي زي ما هو ده قلزام يا فنديم يعني حراك انك كنت انك فكيت المفروض ان حراك لأ انت كده تؤاخذ على هذا الفك طبعا ولازم ترجع الاجراءات بتاعتك وتلتزم بيها كأننا لسه في شهر مارس كأننا لسه في البداية لان طالما الحاجة ما انتهتش فخطرها قائم انما الحمد لله الارقام طبعا زي ما حراك قلت في المقدمة الكلام بتاع حضرتك ان الارقام بتقل الارقام بدأت تبقى في حدود المية مية وكسر عدد الوفيات برضو الحمد لله بدأ يقل بنسبة ملحوظة جدا وده المؤشر الجيد اكثر من قلة الاعداد المصابة ده مؤشر عند حضرتك في ايه زي ما قلت جدا هينسبة تناسب ما بين عدد الاصابات ولا نجاح بروتكولات العلاج والمنظوم هو اكثر من نجاح بروتكولات العلاج هو بيعكس لي مدى انتشار المرض في المجتمع عامل ازاي يعني لو كانت حتى الارقام المعلنة وده وده الكومنت او التعليق اللي ممكن يقول وعد المشاهدين او الرجل الشارع يقول لك هي بس مية هي بس مية وخمسين ده احنا بنشوف اكتر اه الواقع بيقول ان الارقام المعلنة في اكتر منها في العادي او الطبيعي او الغير معلن موجود بس هو وبأكل عليها وده مش تلاعب في ارقام وزارة الصحة ولكن ده اللي راح للمنظومات الصحية المختلفة وتتم تسجيله للمنظومات الصحة العالمية ولكن ممكن انا يجي لقدر الله ونقعد في البيت فالدولة هتعرف من اين بالزبط كده هو احنا الاليات اللي بتعمل بها الدولة او اللي بتعمل بها وزارة الصحة لا تمكنها ولا تتيح لها ولا تستخدم في انها تخل ارقام بالزبط وده يعني ده سائد على كل الدول في امريكا في اوروبا في اي دولة على مستوى العالم مفيش دولة قالت ابدا ان الرقم المعلن من قبلها بشكل رسمي هو الرقم تحديدا المحقق او المصاب ولكنها هي نسبة احنا بنعمل الفحوص قد ايه احنا بلغنا بقد ايه احنا الكلام تم مباشرة ومشكل رسمي ودوكيومنتد ومسجل في سجلات الدولة هو عامل ازاي ولكن هو في كل الاحوال بنقول بعد ما كنا بنسجل 1700 و1800 و1900 النهاردة بنتكلم في 100 حتى لو قلناها ببساطة كده خالص لو قلنا المعلن 5% من الواقع يعني انا لو قلت النهاردة عندي 5 ففي الواقع في 100 طيب لما كنت معنى كده ان انا لما كنت بقول ان عندي 1000 حالة فالواقع 20000 طيب النهاردة انا بقول ان ميت حالة يبقى الواقع بقول 2000 يبقى انا نزلت من 20000 ل2000 يعني هي نفس النسبة يبقى الزبط كده المبدأ او المنطق اللي احنا عايزين نتفق عليه دلوقتي ان الارقام بتقله بتقله بشكل ملحوظ جدا ولكن هذا يبعث على التفاؤل اي نعم واكيد وحاجة واضحة ولكنه التفاؤل المشوب بالحزر الشديد طيب انا عايز احلل الرقامين الارقام بتقله جدا جدا ليه? عشان اجراءاتنا اللي احنا واخدنها من الاجراءات الاحترازية واجراءات الحماية والغلق اللي كان موجود ولا ليه علاقة بالفيروس نفسه؟ ليه علاقة بالفيروس نفسه ليه علاقة بالمسار الوبائي بشكل عام المسار الوبائي بيبتدي يبتدي من الزيرو كيس اللي هي الحالة الزيرو اللي هي اللي بتبدأ تمام وتنشر العدوى للآخرين يبدأ الكيرف في الزيادة في الزيادة في الزيادة ويطلع عند البيك ويبدأ يتراجع ده المسار الطبيعي والشكل الطبيعي لأي وباء الزروة وشكل هذا الكيرف اتساعه وضيقه وحدته والتغيرات دي بتعكسها الإجراءات اللي بيلتزم بيها أو بيفرد فيها أو بيتخلص منها أو بيتغاضى عنها المجتمع المنتشر فيه الوباء يبقى احنا عندنا هنا عاملين بنرجع ليهم انخفاض الأرقام وانحصار الموقف بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي أول حاجة المسار الطبيعي للوباء أو الفيروس نفسه الحاجة التانية الإجراءات اللي بتتخذ من قبل المسار الطبيعي الحالة زيرو ما كانتش في مصر وبدأ تنتشر لحد ما وصل للبيك وحاجة تقولي هو بينزل للوقتي لا في دول ما بنزلش فيه في دول وتحديداً أوروبية لا بتزيد فيها العباد جداً مش هي نزلت وبدأت ترجع تاني بتكلم على الموجة التانية كده؟ لا دي مش موجة تانية مش موجة تانية لا مش موجة تانية هو الموجة التانية عشان نوصف وباء بأنه بينتشر من خلال موجة تانية يبقى لازم نقول إن الموجة الأولى انتهت يعني لازم أكون وصلت الحالة زيرو من الزابة وبعد بدأت موجة تانية بالزبط كده ما فيش دولة أعلنت إنها حالة زيرو ما فيش دولة أعلنت إنها اختفت خلص الحالات من عندها لأن وجود حالة الأردن لو أتذكر في وقت من الأردن سجلت حالة صفر يوم أو اتنين أو أكتر وأعتقد إن بعد كده بدأت تبقى فيه حالات سيد أحمد حتى لو فيه حالة واحدة دي بتمثل صورس للإمثال يعني مصدر للعدوى هو بدأ بحالة واحدة والزبط كده هو مقدرش أقول إن أنا الأمور انتهت وأمارس حياتي بشكل طبيعي بأن الحالة الواحدة دي لو نزل لها الألف اللي هم ما كانوش بينزلوا وكانوا ملتزمين وما تعرضوش للإصابة ونزلوا الله أعلم الحالة دي هتتنقل حالة تانية ومن حالة الحالة وهيبقى سلسلة الانتشار بقت مفتوحة دلوقتي إنما اللي بيحصل اللي بيحصل خلينا نسميه مويجات ارتدادية يعني جزء من إيه ارتداد الإصابات شوية اللي هو بيعكس بشكل مباشر يعني أعتقد أن ليش علاقة بالمصار الأول يا دكتور لي علاقة بالمصار التاني لو أحنا اللي هو بالزبط صحي كده بالزبط كده هو لو المصار ماشي بشكله الطبيعي زي ما بقول له حالك كده زي طلع بيوصل للبيك وبيبدأ ينزل تاني الاتجاه اللي هو بياخد الأسفل فيه ده ممكن إحنا نعطله شوية أو نخليه يرجع يعلى شوية أو ما إلى ذلك في الأشكال اللي هي هتاخد الشكل ده اللي هو بقى الحالات اللي بتبدأ تظهر في دول تانية سواء كان بقى أرقام كبيرة أو أرقام قليلة ولكن هو في كل الأحوال مش موجة تانية هي خلينا نسميها إذا جاز لنا أن احنا نعبر عنها بما يسمى المويجات الارتدادية إنما هو أصلا فيه مويجات عمتا للفيروس يعني هو هتيجي موجة تانية كده كده مش اشتراط مش اشتراط بس هو في علم الوبائيات بصفة عامة أو مسببات الوبائيات وخصوصا الوبائيات الفيروسية بنقول إنها بتنتشر في شكل موجات السارس اللي ظهر في الألفنات اللي ظهر في 2010 بقى ليها بس السارس اختار خالص كان ليها ويفز تانية ولكنها غير ملموسة وغير محسوسة ولذلك الناس تجهلت يعني حلوك قلت انتهى هو لا ما كانش انتهى تمام كده ما كانش انتهى هو انحصر بشكل ملحوظ جدا وبدأت الوايفز بتاعته أو السبسيكونت ويفز أو الموجات المتتالية اللي بعد كده مش محسوسة استمرارية الموجات طب أنا عايز أوصل لحتة مع حضرتك إحنا في بداية كورونا قاللنا إن كورونا ده فيروس زي الأنفلونزا وهيقرر كل سنة يقرر كل سنة دي هي معناها الموجات ولا هو إنه هيقرر في الموسم الشتوي اللي بيجي كل سنة زي الأنفلونزا العادية شوف حدوك إحنا يعني من البداية ومع زهور هذا الوباء وفيروس كورونا المستجد بيبدأ العلماء يشتغل يجمع داتا بالزبط كده يبدأ تجمع داتا عن هذا الكائن صحيح إحنا لحد اللحظة اللي قاعدين أنا وحضرك فيها دلوقتي لسه لم يصفح الكوفيد 19 أو السارس كوف تول اللي هو المسبب للكوفيد 19 عن كل بياناته فإحنا كل يوم بتطلع داتا جديدة العلماء بيكتشفوا معلومات جديدة وبتوصلوهم معلومات جديدة وبيترطب عليها نتكلم على المستقبل عامل إزاي يعني السلام يتأكد بعد المعلومة اللي احنا استمعنا لها في البداية إن هو ممكن يتقرر كل عام زي الفرنسا العادية ده مش ممكن يحصل شيء في الفيروس نفسه وفي درجات التحور بتاعته تؤدي لإن هو ما يأثرش على ربا عشانك رحل يكون الموايجات ممكن ما تجيش تاني بزد يعني ورد جدا يعني حتى الناس اللي اتكلمت على الموجة التانية وفترة ظهورها والكلام ده كله اتكلمت على يعني بشيء من الحزر شوية أو بشيء من التحفز شوية وإن احتمالاتها لا تركها لمستوى أكتر من 10% تقريبا إنما ما نقدرش ما فيش حد برضو يقدر يقول أو عنده data اللي تقول إنه لا ما فيش موجة تاني برضو الجزئية اللي المفروض نشير إليها برضو إنه هو أنت منتكلم على الموجة التانية هتكون أكثر شدة أو على الجانب الآخر إن الموجة التانية هتكون أضعف ما حدش يمتلك data أو ما عندوش المهطيات اللي يدخلينا أقول كده ومدى التحور والتغير اللي بيطرق عليه ومدى التحور والتغير اللي بيطرق عليه هل بيطرق عليه من حيث تأثيره ولا من حيث انتشاره ولا من حيث بقاءه لأنه هو الفيروس برغم إنه هو كائن من أدق الكائنات وأبسطها وده يعني مثلك كل الكائنات الحية على ظهر الأرض كل كائن هي هدفه الأساسي بيكون مفتور أو فطرته إنه هو البقاء على قيد الحياة صحيح فهو التحور ربما يكون من أجل فقط البقاء على قيد الحياة او من اجل التأثير بشكل اقوى او من اجل الانتخشار او الانتقال بشكل اقوى لسه برضو يعني الداية ما اكتملتش بالزبط كده اللي انا عرفوا ان انا لازم انا اخب بالي يعني انا لازم انا عندي مجموعة من الوقت الاحترازية فاحنا الصراحة كاميرا التين نزلت وعملت مجموعة من اللقاءات عن الاجراءات الاحترازية والناس لسه متمسكة بيها ولا قلت شوية خلينا نروح نشوفها مع حضرككم ونرجع نكمل معاكم مورا ده هل شايف كورونا انتهت ولا لسه؟ لا اكيد لسه طبعا يعني يعني تبقى للتصرحات والحاجات المهنية في حالات لسه بتظهر اكيد لسه ما انتهيتش لا لسه طبعا ليه لان وليسه فيه اعداد وليسه في حالات تموت بسواب الكورونا لسه بتقلت حاجة تبسطنا بس هي راحت ولا لأ اكيد لأ ده ده هموا زي عينة عن بارة في المشرة اللي هي لسه وده لسه ما لأ ممشتش لسه عشان طبعا فيه حالات وبنسجلش زيره يبقى معناه الناشط غالة يعني لسه ما انتهيتش انتهت وما انتهيتش انتهت باني الوضع الشغل اللي قامت بيد دولة اني دلوقتي مستجاب واني الوفيات خافة فعنا نطلب بس من المواطنين او من الشعب اني هو يعمل الوقاية بتاعته الربط انتهي يعني يعني شايف الامور يعني عد على فترة متهالي اكتر من ست سهورة وسبع شهور تقريبا متهالي يعني انا مش دكتور طبعا بس اكيد يعني الفيروس ده اكيد الحجم القوة بتاعته بيلقص يعني بيزار يعني يقولك لا ده متعمل شعار جواب تاعته متعارف فقا في بعض دفئة الشعب المصري باخدها كده استهتار يعني هي كده موضوع الكمامة ده موضوع صعب وهو مش بيحمي مئة في المية ويناعم بيحمي هو بس شوية فهي ممكن يكون وعي اكتر يعني هي ممكن تكون يعني الناس اللي مشاء في الشعار يعني يعني مفترض ان هو فيه تباعد فمش لازم نلبسه يعني اللي زاكن فيه حكاك قوي يعني وانا منهم هي معايا بس طالما احنا في عدة مفتوحة مش في تجمعات ممكن نقلعها داخل بقى السوبر ماركت داخل قاضي مصلحة ولا خلص حاجة لازم نلبسه بس بدأ يدخل في دماغه نظرية ان الفيروس خلاص بدأ ينتهي ليه لانه شايف بدأ الاصابات ايه بدأت الوافيات عددها يقل بالتالي يدخل في ذهنه خلاص بقى ايه الامور ترجع الى طبيعتها زي زمان لا بدأ يستهتروا بيستهتروا شنفضل طول عمرنا عشرين كبامة يعني فاكيد ده هي فترة او مرحلة معينة وبالتالي الخطر بتاعها بيقل وبالتالي نرجع الطبيعي زي الاول طبعا طيب يعني واضح من اراء الناس انها متفاهمة كويس جدا ان كورنا لسه ما خلصتش وواضح انها متفاهمين ان الفيروس لسه موجود ولازم ناخد بالنا بس خدت بالي في التقرير ان نصف الناس مش لابسة الكمامة فعلا يعني هم بيقولوا ايه مش في تجمعات ايه ما انت واقفوا قدام موزيع وواقف مع ناس تانية وانا منكو على فكرة انا اعترفت من اول الناس ان انا قللت شوية في الاجراءات احترازية بس واضح ان كلامكم من كلام دكتور صفا محمدي استشار الباطنة والخبير الامصال واللقاح اللي منوارنا النهاردة لا هي ما خلصتش ولازم ناخد بالنا ولازم يكون في حذر شديد صح يا دكتور؟ بالزبط بالزبط يعني الحاج بتأكد على ده بس في واحد قالك في التاريخ قالك هنعيش بكمان ما طول عمرنا والله احنا يعني مش عايشين بقى دي حتة تشاؤمية شوية بالزبط بس احنا هو في وباء ولسه لم يعلن انتهاءه من العالم كله موجود عندنا في مصر موجود في كل الدول ولسه بنجمع دايته ولسه العالم بيعاكف على انه يوصل لكل المعلومات الخاصة بيه ويعاكف على ويصارع الزمن في الوصول للعلاج او اللقاح اللي هم منوط بيهم السيطرة والقضاء عليه وان احنا يديونا فرصة احنا نتخلى عن عديل كمان اذا كانت الحاجات دي لسه مش عارفينها امتى ومش عارفين في موجة تانية ولا مفيش موجة تانية بتزيد بتقل الكلام دا كله دا الجزء اللي احنا ما نعرفوش طيب احنا كل يوم بنتكشف جزء والاعلام الحمد لله بيعلنوا اولا باول طيب عندنا جزء اخر اللي حلاك اشارت اليه قبل التقرير حاجة مؤكدة وحاجة معروفة اللي هي ايه احنا الاجراءات بتاعتنا احنا ايه المفروض نعمله المفروض بان احنا نعمله دلوقتي ان احنا يعني نلتزم بالاجراءات الوقائية اللي اتحقق لنا الحماية من انتشار هذا المرض وانتقاله كل الاجراءات اللي اشير اليها واللي كل الوسائل وكل الناس اتكلمت فيها واللي بقت متعارفة بشكل اساسي اللي هي الكمامة والكمامة بص حرك الوسيلة عندك وسيلتين يقوب من انتقال المرض اللقاح والكمامة اللقاح مش موجود ومش عارفين امتى يبقى موجود يبقى مقداميش دلوقتي غير الكمامة هو لسه مش موجود مهروسي قالت انه موجود خلينا نقول الجزئية ديت وبعد كده نقوله هو الكمامة خلاص بقت النهاردة جزء من يعني بقت احد الحاجات اللي انا بلبسة زي ما بلبس القميش بتاعي زي ما بلبس الجاكت بتاعي زي ما بلبس الكمامة ايه فعلا بعد المستلزمات اليومية بناخدها معنا كل يوم احنا نشير بالاضافة للسلوك الصحي بقى اللي هو المفروض ان احنا ما نزهقش منه لانه ده شيء المفروض مش مع الكوفيد 19 بس مع كل الامراض اه اللي هي الاجراءات اجراءات الصحة ما الحسش دلوقتي لاي تحولت لثقافة الصراحة يعني الناس النظافة المستوعية ده الشيء الايجابي ده لو حدركة تسألني ايه الايجابيات بتاعة الكورونا هقولك في مقدمتها ان احنا بقت ثقافة غسل الايدي والمحافظة عليها بشكل صحي دي حاجة كويسة ودي هنكمل عليها سواء اختفى او لا قدر الله الاستمرار شوية او الكلام ده كله لا احنا الحمد لله هنستمر عليها ولكن نتمنى ان احنا نوصل مرحلة ان احنا نتخلص من الكمامة الكمامة النهاردة حاجة ضرورية جدا غسل الايدي والتطهيرها بشكل مستمر وبشكل سليم حاجة ضرورية جدا المحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم اللجوء او الدخول في اماكن مغلاقة وغير جيدة التهوية والسلوك الغير صحي دوت يعني فيما يتعلق بكل الامراض المعدية خلينا نحافظ على مسافات كافية بيننا وبين بعضنا خلينا ما نبعد ما ندخلش في الاماكن المزدحمة الاماكن المزدحمة ممكن يكون مكان كمبنى وممكن يكون وسيلة انتقال زي المواصلات العامة المترو القطارات حتى لو كانت الشكل الرسمي او نظام الرسمي يعني عشان الناس بيقولك ايه ما عادش حد بيكلم حد عن الكمامة طيب انت ليه محتاج حد يكلمك عن الكمامة الكمامة دي انت بتلبسها اه بتحميني بس بتحمي نفسك قبل ايه برضه وانا لما ألبس الكمامة وحضرتك تلبس الكمامة احنا حققنا امان لنفسنا احنا الاتنين يرتقي لمستوى قريب من المية في المية فالاجراءات دي حركة مش محتاج ان انت تبقى حد يلزمك بيها عشان تعملها عشان لو احنا وصلنا للمرحلة دي بقينا بنقضيها واجب حركة تلزمني بيها دلوقتي بس لو حركة اتلفت الناحية التانية انا هتخلى عنها لا انا عايز تبقى ملتزم بيها وانت عليك ركابة وانت ما عليكش ركابة عايز تلتزم بيها وانت مطالب بيها او بشكل رسمي بتطالب بيها او لا تطالب بيها انت هتلبسها عشان اقتناعك وعقدتك ان دي اجراءات منوط بيها حمايتي وحماية المجتمع اللي انا فيه اللي هو قد يكون اقرب الاقربين لي وحبائي بشكل عام اولادي ابويا امي اصرتي اي حد عزيز علي لان برضو انتقال المرض ده برضو ما بيشتريدش ان يبقى فيه زهور اعراض او يبقى الشخص مريض او الكلام ده كله انا قاعد قدامك دلوقتي ربما اكون احمل لازل مرض وامثل مصدر عدوى وتهديد لغيري فده احنا بنلتزم بالاجراءات ديه وبنشدد برضو بنقول اهوت بشكل شديد جدا خشية ان احنا تبدأ الاعداد اللي اقدر الله في الزيادة تاني او تبدأ ان الامور تختلف عن الوضع اللي احنا عليه احنا نتعشم ونأمل في ان احنا المية دي على الاسبوع الجاي نسجل 20 و 30 حالة وبنأمل بفضل الله ان احنا نوصل للحالة زيرو عشان نقول ان الموجة انتهت ونبدأ نفكر ساعتها بقى هل ممكن فيه موجة تانية ولا لا او استعداداتنا لها تبقى ايه وان كنت اعتقد ان احنا قطعنا شغط كبير جدا في ان احنا التسقيف والتوعية والكلام ده كله ده جزء مهم كنا نأمل ان هو يوصل للكم ولكن لازم التأكيد ولازم يكون حياتكم موجود معنا عشان نأكد تاني ونحذر الناس تاني على قد ما نقضي طبعا ووضح حياتك هتبقى موجود معنا تاني لحد يوصل للحالة صفر يبقى لنا لقاء بيه والحيات تقول لي للحالة صفر ان شاء الله ونتكلم فيه لا قدر الله لو فيه موجة تانية دكتور مصفى محمدي استشار البطنة والخبير في الامصال واللقاح نورت صباح الورد ربينا خليك وسائل كلماش عن اللقاح في الحلقة المرة جايبة ان شاء الله نكمل بإذن الله في رقاحات والعلاج اللي ممكن يكون موجودة كل شكرا لك دكتور مصفى شكرا لك وشكرا لستاذ المشاهدين شكرا لك دكتور خلاصنا فاقتنا الاوليس عندنا فاقرات اخرى فابكوا معنا